بشكل عام بتشعري بأنه إحنا قطعنا شوط فيما يخص المرأة أما زلنا لسا عم نواجه تحديات كثيرة كونه المجتمع الأردني هو مجتمع ذكوري شكراً أخت رهف مزيج من التنين حقيقة قطعنا شوط في مجالات معينة لكن تراجعنا بمجالات أخرى برجع بقول كمان أنه بدون ما نحط لهم على ظروف معينة لكن فعلاً الظرف السائد في المنطقة يعني فعلاً بحد من التقدم والتطور الناس برجعوا بتقوقعوا الوضع يعني مش مش كتير طبيعي طبعاً المرأة بالتعليم المرأة يعني العاملة شوية الأعداد عم تتغير عم تتحسن لكن في أيضاً أوضاع يعني احنا ما منقبل فيها كمجتمع أردني ظاهرة العنف ضد المرأة هذه مش بس بالأردن بكل العالم لكن احنا كمان يعني في هالبلد العلاقة الأسرية اللي موجودة وكانت موجودة دائماً موضوع عن عنف ضد المرأة ما لازم نقبل فيه وبحب أقول باختصار أنه يعني احنا حملة الستاشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة موضوع عن عنف ضد المرأة بيبدأ هاليومين تركيزنا الآن على زواج القاصرات نعم حقيقة مهم جداً طبعاً الصبية الفتاة البنت الصغيرة يعني لازم تكمل مدرسة لازم تعيش بأسرتها بأمان ما لازم تتعرض يعني لفعلاً مواضيع عنف مواضيع وبعدين لسه صغيرة كيف هذه بتتربي أسرة وأطفالها طفلة تربي طفلة طفلة بالزبط لكن من نواحي أخرى قطعنا شوط حقيقة اللجنة الوطنية مع كل شركائها مع كل الفئات اللي فعلاً يعني صار فيه وعي أكتر أنه ما في مجتمع بتقدم إذا نص المجتمع مشلول فالمرأة جزء أساسي من مسيرة التنمية وجزء أساسي من مستقبل البلد نسة صغيرة على الزواج الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي مع تحيات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة شمعة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم